تفاعل الشارع اليمني بتعيين المبعوث الأممي الجديد لليمن البريطاني مارتين جورفيت خلفا لإسماعيل ولد الشيخ بأن يكون بارقة أمن لوقف الحرب التي تشنها ميليشيا الإنقلاب على اليمنين منذ أكثر من ثلاث سنوات ويرى مراقبون أن الحوثيين لم يلتزموا بالاتفاقيات السابقة التي كانت توقع بينها وبين الحكومة الشرعية اليمنية طبعا المعروف عن الجانب الحوثي الجانب الإنقلابيين هو نقضهم دائما لأي اتفاقيات اتفاقيات سلام أو اتفاقيات سياسية أو حلول سياسية كذلك ورفضهم الدائم لها الشارع اليمني بشكل عام ونحن بشكل خاص متفائل بالتعيين الجديد للمبعوث الأممي الجديد الذي نؤيده كمان في خطواته السياسية في إيجاد حل سياسي في اليمن وندعو الجانب الإنقلابي جانب الحوثيين إلى التخلي عن مبدأ الحل العسكري واللقو إلى الحل السياسي ففيه منفعة أكثر للمجتمع اليمني بشكل عام واليمن الحكومة الشرعية اليمنية رحبت بتعيين المبعوث الأممي الجديد أطالبت ميليشيا الإنقلاب بضرورة الالتزام بالاتفاقيات والمرجعيات الثلاث ووقف العمليات العسكرية التي تشنها ميليشيا الإنقلاب أفك الحصار على المناطق المحاصرة أيدخال المساعدات الإغاثية والطبية ويرى الكثير أن ميليشيا الإنقلاب الحوثية الإيرانية لا تؤمن بأي اتفاق أو عهود فديدنها نقض العهود والمواثيق يأمل الجميع هنا بأن يستطيع المبعوث الأممي الجديد إيقاف الحرب التي تشنها ميليشيا الإنقلاب وأن يلزم الميليشيا الحوثية بالاتفاقيات وأن يكون مبعوث أمل لإنهاء الأزمة اليمنية عبد الفتاة غلاب الإخبارية عدن